حل الدوسي ويني فلوسي الطالب بفلوس كتير اعطيوني المليارات اللي حكيتوا عليها اين اموالي طالب الدولة سيدي نطالب البانا نطالب سامير الوافي يا سامير الوافي هات فلوسي جيينو سامير الوافي والتدمينات والدولة الحكاية هي مناش بديت بديت بتصريح من رئيس الجمهورية قيس سعيد موجود عندنا تصريح نسمو يالله تفضل ذا سمعتوا انت البارح التصريح ولا اليوم عاود سمعتوا البارح سمعتوا كاملا قريب خمسة عشرين دقيقة يدهلني سمعتهم الكل بكل انتباه وهذا نهتم بالشأن العام ونساعة ساعة نتبع ونسمع وسمعتوا مليح وتبعتوا مليح وقلقني قلقني برجة يبدو ان هي طريقة معتمدة من السيد رئيس الجمهورية انه ينشروا اشياء على عموميتها ويخلي التأويلات تنهالوا بالسب والشتم والهدك الأعراض لناس وبعد بعد من رأسي تقص نقولوا تنراجعوا حي ما عادش يا حي وهذا ينسحبوا عليه راهوا نوع من الثلب نوع من الاتهامات بالجملة للأعلام والصحفيين ولحرية التعبير وإيدانة وكأنها إيدانة لحرية التعبير ما غير ذلك هو يدخل في باب السياسة وإدارة الدولة وشأن العام لانا عندي برسا مش نحكي فيه وما نحبش نحكي فيه ما ينتكلم هوني على كسوحو فيه وكمواطن تورس بالنسبة ليك رئيس الجمهورية يلقي الاتهامات بالجملة وبعد ما تصير المشاكل وقلت انتي كلمة بعد ما يتقص الرأس وقتها تعطوا نصفيه هذا يبدو أنها أنها طريق لانو سامح شو أني ذوني سيد رئيس الجمهورية فاهم التوين سامليح وفاهم العقلية منتاع الفيراج جمهور والجمهور كنقوله جمهور جمهور كرة جمهور موسيقى جمهور كنتكلمه عن الجمهور الجمهور جاء كيجي العرض يجي مستعد للتأثر مستعد بشي رحك مستعد بشي بكي مستعد بشي بشي يسخف مستعد انتي والنوتة اللي تمد هالو انتي والفريكانس اللي تعزف عليها انتي واختيارك الجمل المسرحية والموسيقية والسينمائية والغيره اللي تخدم عليها دونك سيد رئيس يبدو أنه أعارف هذا مليح ويعزف على هذه النقاط الحساسة يثير الغضب يثير التعاطف يثير يثير أحيانا بنفسه ردة فعل سلبية دون أن يشعره ويثير أيضا ردة فعل إيجابية معه يبدو أنه يستعملها طريقة سياسية لإدارة شأن العام ويضروا منها برشة ناس هذه طريقته في إدارة الشأن العام وفي التغلب على الأزمات واستباق الأزمات وكذا يبدو أنه بهذه الطريقة يتصرف الحق أصبح فيها إيساءة اليوم السماح تقول هكذا سماح بارك غدوة تسيق البوباكر تقول هكذا سماح البوباكر بارك غدوة بشوال للك عشرة ثم ألاف يتمسوا لأنك تمس في قطاعات واليوم فما قطاعات قاعدة قاعدة تتمس أحيانا بقارات أحيانا بسب أحيانا بأنك تصنفهم كمعنيها قطع طرق أو غيره أو هذا راهو مشباهي للبلاد قراني مشباهي للبلاد قطع النظر على وقت نحكي على السياسة والتموقعات السياسية وغيره وكذا مشباهي للسلم الاجتماعي ما هكذا تدار الأمور بالنسبة لك؟ مشباهي للبلاد ما هكذا تدار الأمور ده برأسه هو رئيس الجمهورية منتخب من الشعب التونسي الشعب التونسي هو الذي يقرر توجي موعد انتخابات وشعب تونسي يقرر يحب يخليه عاجب ان يكون عاجب يخليه كما ان يكون مش عاجب يقولو لانجي بغير يكون برأسه ما هدا يخيف هدا يخيف احنا هت نرجع شو تقال بعض مما صرح به البارح رئيس الجمهورية ورجعين مع ضيفي بوبكر بنعكشة هذه بالنسبة لشخص موجود في ولاية تطوين هذا بالنسبة إلى أحد الصحفيين ومن المفروض أن تكون القروض مسندة لصغار الفلاحين هذه كلها قروض مجحفة هذا يتعلق أيضا بشخص آخر وتعلمون جيدا وظاه هذا ملف يتعلق بشركة ولا أريد أن أذكر اسمها كلها ديون هذا الملف كونته بنفسي وأعتقد أن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة هذا ما صرح به البارح رئيس الجمهورية قيس عيد حكي على السحفي قال أحد الصحفيين اخذ قرض بمليارات من البنك بدون الضمانات الصباح اليوم بدينا نقرأه بوبكر بنعكشة هو اللي اخذ 16 مليار من البنكة بدون فوائد بدون ضمانات قديش بربي؟ 16 مليار عندك بوبكر بعد أن تفهم ممكن طبع حاجة هيتنا بديو من الأول هيتنا بديو من الأول نحب نعرف الراجل اللي جاتوا الفكرة بش يسميني أنا هو ما سمانيش طب كل المؤيدات تكلم على ساميل الوافي بوضوح ساميل الوافي أعتبره زميلا تعتبروش زميل لا لا مش زميل اعلامي ما انتي تناشط في تلفز هوي ناشط في تلفز بارش يناشطو في تلفز و بارش يناشطو في الي ذاع مل ام لا اعتبروه زميلا أنا معديج زميل يتهموا بالتحيل و يسجنو من أجل يتهامت تحيل بالنسبة ليانylon المجوش زميل من الاجبش يكون زميل من نجامش ميكون كم اتحيل فقط من جامش يكون زميل الناس اللي تكتب انه اللي يغيذني انه اللي يجي تحته تعليق تحت ما دونه سامير الوافي الناس يقولوا على رواحهم بالنظافة والنزاهة وكذا والاستقامة وياخذوا كلام متحيل بحكم القضاء متحيل ويولي حقيقة مطلقة منهم سي شوشاء خليفة زميلكم هوني مثلا في فيديونا في واستغربت منت سي خليفة شوشان اللي بنواجهلوش تحية لانو التعليق على هذا يصبحوا غباء يصبحوا غباء تصبح غبي وصنفوا كذبنا الاغبياء لا هو علقي نجم هو يتساءل هو رأي يا سامح كنقول لك الكلاب سالاخذر من نجموش نختلفوا انو تقولك لا ابي ذي نتناقشوا فيه المعطى واحد مع واحد يساوي اثنين بتخيش لحتي لحظة ابو بكر بربي خلشوف ابو بكر شو ثلاثة هذا يصبحوا غباء النزول الى الحديث هذا شنو يولي قاليش على خاطر قال ممكن تكون انتي ما قالش ممكن لا لا عمل تعليق وعدا شوفنا هاو كبرنامج السانية والربط كذا والفلاحة يا سيدر البيانات مايش سبونسور عندي في السانية مش يبدأ يعرف البنك الوطن الفلاحي في برنامج الفلاحي الوحيد ماويش سبونسور معي ما معتاني حتى فرانك لو انت حكيت على سامي الوافي انا سامي الوافي قبل ما ندخل وحاولت ندخل خليفة لانو اهم خليفة خليفة اهم فهمت لانو عليش تكذب وقت عاليق بواكات بستتيوب بو بكر كان يسايق فيما بيت للجاء في الطالبات فيما النوب وهذا غباء ايضا واذي قلت حيا واذي قلت رجولية لا ما ما نوصلوش لكلام ها لا 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 لانك تكذب عيناني يقول تكذب عيناني الكلام هذا روجه سابقا روجته مجموعة سابقا روجته مجموعة سابقا في الفين وتسعتاش وثمنتاش وسبعتاش واعرف وهم ليجي ليش اسمهم هذوق مروج ولا اسمهم فهمتني روجوها لحكاية ويبدو انها كانت وقتها ظاهرة لحكاية فبريكا وكذامتا حملة وانتقف غادي اما انت رجل بعقلك وتخدم في جريدة محترمة محترمة تخدم في اذاعة محترمة لا يسمحوا لك بانك تكون بهذا المستوي نجم يكون سوق فهم ولا غيره ما تصلوش بيك الناس هذو ما ما حاولوش يخذوا من عندك معلومات اي زميل من الزملاء اللي قاعدين يكتبوا فيك فما واحد هذا التليفون قالك صار ولا ما صارش لا حتى حد فما باش هزده بدلوا رايهما فما انا شفت زملاء ولا ناس كتبت بعض العشيات تبدل الرايه لقد بداية تفهم شوية شكون هكا ممكن شفهمه شكون المقصود حكينا على سامي الوافي ملقيتش التدوينة فسخة وقال كي ما قلت لكم البارح كي ما قلت لكم يكون يعني لانه فيق بروحه غلط فنجمه رو ساعة نعم وانتغبتاشون فيقول يحنا غلطنا نبدله اعتذر انك ينغلط في حقك اعتذرولك كان الاجدر منه انه يعتذرلك اعتذر في تدوينة صغيرة قل اعتذر للزميل فلان الفلاني اخطأت في حقه ولا الاسيدي لفلان فلاني الا المدعو اني اخطأت في حقه هذي من النبل من النبلي هذي نرجع الاصل لحكيه واصل الدوسي بو باكر منعكيشة عندك كونت في البيانة لا ما عندك حتى كونت عمره ما كنع لحليت ولا سكرت ولا عمري خديت قرض من البيانة بي الربط بين اسمك والبنك ممكن لانه بنك فلاحي فبو باكر منعكيشة فلاح هو عنده برنامج يعنى بالفلاحة ينجم يكون الربط غادي بهما ربي عادي ها ساعة الاخير ليلي اسمك عني سمح شو شو ايه مو على مسئوليتي على مسئوليتي كل ما تقولوا على مسئوليتي كيما هوما كيما هوما انت انت رو قدرة مني واكبر مني كيما هوما كيما هوما كيما هوما تقول ايه والله السيد هدا يجي لبيلك تقول السيد هدا فلاح والبنك الفلاحي يجي لبيلك انه بو بكر عمل استثمار ستاشين مليار وانت ما سمعتش به ايه ما فاميش مش مصطرح به اشتركوا في القناة